اشتركوا في القناة على عقد عدد من الاجتماعات المهمة بحضور عدد من السادة المسؤولين من مختلف الوزارات والجهات حيث عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي وأكدت خلاله على أهمية تشجيع الاستكشافات النفطية ودعم قطاعي النفط والغاز في مملكة البحرين باعتبارهما المورد الأساسي الذي يعتمد عليه في تمويل الميزانية العامة للدولة جاء ذلك لدى بحث اللجنة المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج بين مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني في بي بي الإيطالية وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط والوفد المرافق له لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عقدت اجتماعها برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة وذلك لمناقشة تعديد قانوني التخطيط العمراني ونظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة رئيس اللجنة أوضح أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني واستمعت إلى رأي الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة حول المشروع واستمعت كذلك إلى مختلف الآراء في هذا المجال لجان مجلس النواب كذلك لم تكن بمعزل عن الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع المسؤولين فقد أكد سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية أن اللجنة طلعت على آخر المستجدات المتعلقة بملف توطين البحرينيين في الوظائف العامة والخطوات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية لتحقيق ذلك حيث تبين أن نسبة البحرنة بلغت 82% في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة بحرنة الوظائف مع رئيس ديوان الخدمة المدنية سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد لبحث التوجه لإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية المختلفة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعمل على الوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف وذكر النائب النفاعي أن السيد أحمد الزايد أكد خلال الاجتماع أن الديوان وافق على عدم تجديد عقود 300 أجنبي في الحكومة فيما تم بالمقابل توظيف 1852 بحرينيا منذ بداية العام 2019 وحتى الوقت الرهن عمل دؤوب تطلع به لجان مجلسي الشورى والنواب خلال عملها الأسبوعي والذي تبحث من خلاله تطوير مقترحاتها ومشاريعها في سعي منها لصيانة وتطوير البنية التشريعية بما يخدم مصالح المملكة وشعبها يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر